السلام عليكم. ازيكم يا شباب? اه اخر درسي عندنا في المنهج ان شاء الله كده يا ربه قبل ما تكبروا تاخدوا خلاص? خلاص? درس سهل جدا هو عبارة عن ميكس ما بيننا والتلاتة شبه ايه حاجة واحدة بس بيحصل ايه? من واحد للتاني. طيب برضو زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات واللي قبليه انا هحل الزتونة. مش هحل كل حاجة الناس فعلا بقت بتكسل تفكر. طبعا دي كرسة بالنسبة لمادة زي الفيزيكس دي كرسة. خش مع بعض على السؤال ده قالك فيه كده بتاع طبعا لو فاكر ده اللي هو مين? اللي هو قطر الموتة. في زي ايه زادرين بارك ده? قالك ديزاين للفيرست هيل تو بي دي هايست. ليه? طبعا انت كلما الارتفاع بيزيد. كلما جسمك بيكتسب ايه? بتبقى مخزن جواك بتنشل. لما بتيجي بقى في النزلة. البوتنشل دي كلها بتتحاول تبقى ايه? بتحاول تبقى قائنتك صح? فانت على قد ما تخزن جوا جسمك بتنشل عالي قوي على قد ما الجسمك هيفرغ بعدها قائنتك كبيرة جدا جدا جدا. في انت اللقطة? يبقى انا بتخليها عالي قوي عشان جسمي يخزن اكبر بتنشل ممكنة. وبعد كده يبقى عندي قائنتك ايه? كبيرة جدا جدا جدا. طيب. قالك هايين? لو نولاش علاقة بالكلام ده? قالك ده كده لأ. عشان يستوري جماعة. سؤال اللي بعد. نيجي هنا. طبعا هنا وفي دي. ما عرفش مين الواي ده بس انا عارف مين دي. مسلا. تعال نقرأ مع بعض. قالك لليش ما بين معرفش مين دي. بس با اللقطة اللي جاي دي. حل. يبقى ده عبارة عن ايه? انا مسلا ابدأ من هنا ونازل. ده كده بتاعي. انت بتتكلم عن حاجة. الواي دي عبارة عن حاجة. بتزيد مع زيادة تبقى انا وانا نازل بزمتك. ايه الحاجة اللي بتزيد? بوتنشل ولا كاينتك? طبعا الكاينتك. طبعا. الكاينتك هنا يقل ما لها يا جماعة هي اللي عملات صحة? لا. حلوة. يبقى اكيد من الواي ده? هو كاينتك صباح الفل. طبعا البوتنشل العكس. يعني مسلا لو قلت لك رسمي رسمة البوتنشل. البوتنشل يا جماعة هنا مع ده يكون مين? طبعا هتكون بتقل. فهمت اللقطة? لحد طبع ما تلمس الارض اكبر ده عندها البوتنشل بزيد. طب لو قلت لك رسمي لما انا عادين بتذكر مع بعض. الميكانيك الانجي يا رب كونسا انتكتها وانا برسمها. ايوة بزيد. سبتة برافو عليك. برافو برافو برافو. السؤال اللي بعده? طبعا لو انت فكر الرسمة دي. اولا اهم حاجة اعرف البداية بداية الحركة منين. قال لك البلد يماله جسم انت مسكه هنا مسلا وبترميع الفو. اولا مين اللي بيزيد؟ بوتنشل بيزيد ولا لا؟ لكن البيزيد. لان الصراحة ما تقل لحد ما يوصل لدي اكسر اتفاع الصراحة تبقى بزيده والبوتنشل تبقى معكسور. فمين هنا اللي بيزيد? طبعا الكيرفو الاحمر يبقى كده الكيرفو الاحمر ده هو البوتنشل. ومن اللي بيقيل اللي هو كيرفو البي بقى الكيرفو البي ده ايه? يبقى كيرفو بعده. نفس الكيرف اه? ايه بقى ده بايه? اوه حلو السؤال ده. فين بقى الميكانيكال الكده كده كده تبقى ستة بتساوي عند ايه? عند عند ماكسوم ايه? ماكسوم بتاع الكائناتك. السؤال ده? قال لك بتاع السكيتر. واحدة هو بيسكيت. اه الماس بتاعه دي كده ايتي? طبعا انتعارف الماس بنعمل به ايه? لما بدربه في الجي بيبقى جيب الويت. صح? نظبوط بالكيلو جرام مسكيت من يا جماعة بقى الويتينشل بزيرو والبوتنشل انجي برضو كان بكم كان بزيرو. خلاص? لأ سوري 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 إيه اللي انت تعملو ده مستر الله خرب بيتك. تفقدينها في ضايا. مين يا جماعة اللي بزيرو نتيجة السرعة لكن البوتنشل فو يا جماعة تبقى ايه? بتبقى ماكسوم. اللي هي هي اللي حلتك كلها. هتحسبها ازاي طبعا لو جينا حسبناها. ام جي اتش. الام بتمانين والجي بعشرة والاتش بعشرين اهو. تمانين فوق عشرة في عشرين ما بدتش حسبها بدماغي عشان ايه? عشان السيام تلاتة ستاشر ايه? الف. دي كده يا جماعة كل الطاقة اللي حلتك. اول ما بنزل بقى عند الارض. البيتينشل كلها تتحاول تبقى ايه? صح? يعني انا مسلا لما اوصل عند البي. دي كده الارض خلاص. انت كده معكش كده كل الميكانيكا اللي حلتك عبارة عن ايه? عبارة فعلا عن قوينيرك زي ما انت قلت اللي هي عبارة عن ستاشر الف. جول. طب تعرف بقى تجيب صحيح السرعة عند البي? انا عارفوك ده كل ده انا فكسر السؤال وقت بحل معاك بالمراسمة. اه اعرف ليه لان الرقم ده ما هو عبارة عن نص الماس اللي هو بتامنين في السرعة سكوير. تعالي انا سبسو الصراة ليها من عند البي. هعمل لي يا اقسم الستاشر الف. ستاشر الف ايه? على ههو في تامنين. هل الربوماية اللي تلعت لي دي السرعة دي السرعة سكوير يا حبيبي. السرعة سكوير. يبقى عند لو عايز الصراة يا جماعة تاعمل روت六اة ربوماية تطلع كم تطلع 20. دي كان السرعة عند البي. الصراة عند مين? عند البي. طيب هو عايزي ايه? هن نحسب مع بعض. بيقول لك ان من ال 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 بي اصلا ده سموث يعني ايه مفيش فريكشن. اكتب عليها فريكشن لس. الباص باب من ال بي السي رف يعني ايه رف يا جماعة يعني فيه فريكشن. يعني هنا فيه فريكشن فورس معاكسة ليه اتجاه الحركة. هو اكيكا بتحرك كده. حل. ماشي. وبعدين قال لك انا عايز دي تسطوب الاسكيتر عند سي حل واوي. يعني السرعة عند السيب كام. السرعة هنا عند سيب زيلو. كلام محترم جدا. طب دي ممكن اجابها بأ feedingها كتير واوي. ابسط الطريقة وقصيعت طريقة هي مين? هي الورك. هقول له ايه. هقول له حديقي ان التغيير الكائينيه هو مين? هو الورك. طب ومين تغيير الكائينيه هي عبارة عن نص الصرعة عند الاقيين ناقص الصرعة عند السي. هتساوي الورك اللي هو عبارة عن الفورس الفريكشن في مين? في اللي هو الخمسة متر. اصيع اجابة. صح? عود بقى معي. ادي هوف. ده بتمانين. السرعة عند البي اه سوري انا نسيتها سكور وسكور. يخرب يوكو. يخرب. السرعة عند البي ابني بكام? بعشرين وهتسكورها. ناقص السرعة عند السي بكام? انا هو اصلا مش محتاجة ان انا اجيب السرعة. كنت جدت القناة دي اللي هي ستتاشر الف دي وصوتها بالبورك على طول. بس انا اتزكيت يعني. ده سكوير اصلا ملوش لازمة. الاف يا يا جماعة هي الانون. يعني انا كم من الاول كنت قسمت الستاشر الف ده على خمسة. خلصت. ده متخيل. بس انا لأسف شغلت دماغي زيادة عن الازواء. لو حسبنا الكلام ده فعلا هعمل الستاشر الف فعلا على خمسة عشان امكسل اكتب. تلاعيتي تلاف تلاف ايه? وامتين طبعا بالنجرب ليه? عشان دي عكس اتجاه الحركة. خلاص? طبعا اللي خلاني هنا ما طلعتاش بالنجرب ده انا عكس السرعات. كالمفروض اقلي بالسرعات دي تطلع نجرب الفورس تطلع فعلا بايه? بالنجرب. خلاص? طبعا ده اخر سؤال معنا? او لا في سؤال تاني? ده اخر سؤال معنا. آآ طبعا السؤال اللي فوق. المس برضو معايا. والجي معايا. والاتش برضو معايا لو عند نقطة ايه? اه ده راح سيبها يا جماعة. الانجي ماكسيموم عند الايه? من غير بقى ما اقرأ السؤال اصلا. اللي هو هو الميكانيكا الكلاء اللي حالتي. ام جي اتش في سرعة. الام بخمسة وعشرين الجي عشر بناين بوينت ايت. والاتش باربع متر. تلعت بكام تلعت تسعمائة وتمانين ايه? جول. دي كده كل اللي معايا اللي هي كل الميكانيكا. عند مين يا جماعة? عند الايه? طب وبعدين. آآ قال لك اتشو قال ده في ما اسم مش عارف ايه سلايد. فورم ريست اد بوينت ايه? يعني هو فورم ريست يعني هنا فعلا كده القاعداتك بزيله. ايه في السبيد عند بوينت بي بكام بستة? حلو. السرعة عند البي يا جماعة كده بكام السرعة عند البي كده في ستة. كلام محترم. طب مش اتفقنا انه عند البي كل اللي كانت معاه فوق بتتحاول تبقى كايناتك تحت. اللي جا بقى. عايز يبقى. قال لك اللي يحصل اللص في الميكانيكا الانرجي. ايه ده? ده اقوم مرة نجيب فريكشن للمسار. آآ. هنا بقى في ايه يا جماعة? هنا فيه فريكشن العكس التجاهل ايه? عكس اتجاه الحرق. طب انا نجيبها ازاي? ها? طب ما انت هتقدر تعمل ايه بمنطقة البساطة? انت لو جبت من هنا يا جماعة الكايناتك. لو جبت الكايناتك هنا. مش المفروض. بص ركز معي. مش المفروض كل اللي كانت معاك. فوق. تبقى كون لقى الكايناتك هنا? صح ولا لا? اه. طب انا الكايناتك اللي هنا هتطلع اقل من فوق. يبقى الفرق ده راح فين? راح عبارة عن نتيجة الفريكشن صح ولا لا? يبقى انا هقول لك ايه منطقة البساطة. بص. طبعا انا احسب الكايناتك الاول عند مين? عند البي تحت. عبارة عن ايه? نص في السرعة عند البيسكويت. احسب كده معي هو. ادي هوف. الماس بخمسة وعشرين. والسرعة بكام? قلت ليه ستة وساقوارها. تلعت بالربعمية وخمسين. طب انا رادي زميتك. بدأ فوق بستمية وتمانين عند الايه? وصلت عند البي معي ربعمية وخمسين. يبقى فرق الطاقة ده عبارة عن ايه? عبارة عن الطاقة اللي راحت من الميكانيكا لنتيجة الفريكشن. يبقى انا هقول له دلتا الميكانيكا الانرجي. عبارة عن ستسسو مية وتمانين اللي فوق. فقدت منهم وبتبقى معي ربعمية وخمسين. احسب كده تلع بكام تلع تلع بين خمسمائة وتلاتين. خمسمائة وتلاتين اجمع تمانين. وده ايه? اوه صحي كده. يبقى ده كده عبارة عن مين? عبارة عن يبقى انا اقول له من طاقة البساطة. ده عبارة عن مين? عبارة عن الفورس في اللي هو معك بكامة خمسمائة وتلاتين جول. ممكن حالات طريقة تانية بس انا ايه? اه بشغل دماغي عليك زيادة. طيب. معك? ولا هو اللي اربعة? نقسم كده? هو اصلا من السائل. يعني هو ما طلبش. هو ما طلبش الفريكشن. انا فهمت غلق. هو عايز اللص في الميكانيكا الاصل هو مين? هو الخمسمائة وتلاتين. انا ايه? برضو شغلت دماغي زيادة عن العزوم زي السؤال اللي فات. بس الموضوع ابسط من كده ايه? بكتير. اوكي يا شباب? ده يا جماعة الخلاصة هو اصلا درسي سهل جدا وحلناها واهارناها حل في الحصة. لو انت فاكر الميسالين الكبار اللي هلنامها بعض في الحصة هم كانوا ايه? خلاصة الخلاصة ايه? زي ما بيقول. فنتمنى كم سؤال اللي احنا حلناها مع بعض ومع كم سؤال النظر اللي في الاول يكونوا كافيين لحضراتكم. اي حاجة توقف معك وتبعاتها دايما على الجروب. ان نتجاوبك عليها. واي اقتراحات احب ان انا اسمعها منكم اي حاجة هنحبين ان احنا نحلها زيادة هنحب ان انا ايه اسمعها منكم. كفران طيبين. شوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم.